صباح الخير مع دخول الحرب بين روسيا وأوكرانيا شهرها الثاني ومع مناقش الدول حلف الشمال الأطلسي الناتو لأي اتفاق سلام محتمل بين موسكو وكياذ يبدو أن هناك انقساما استراتيجيا واضحا في صفوف أعضاء الناتو مصادر لوكالة بلومبرغ على اطلاع بالنقاشات التي تمت نهاية الأسبوع الماضي بين أعضاء الناتو كشفت أن هناك معضلات وعقبات عدة تظهر بشكل واضح في التوصل إلى صيغة مشتركة بين أعضاء الناتو في هذا الصدد بدءا من الاختلاف بينهم حول الشروط التي يمكن أن تعتبرها أوكرانيا مقبولة لأي اتفاق خصوصا فيما يتعلق بالضمانات الأمنية التي من الممكن أن يقدمها التحالف لكييف بالإضافة إلى اختلاف حول الأسلحة الإضافية التي من الممكن أن يرسلها التحالف إلى أوكرانيا وفيما ينقسم الأعضاء بحدة حول ما إذا كان التواصل والتفاوض مع فلاديمير بوتين مفيدا في هذه المرحلة أم لا وطبعا تبلورت هذه الانقسامات بشكل واضح وظهرت إلى العلن بعد أن سابقت أفكار الرئيس الأمريكي جو بايدن حكمته في التحكم بما سيدله أمام الإعلام عندما صرح بأنه لا يمكن لبوتين البقاء في السلطة ولكن كما يقال إن ما يقال لا يمكن محوه أو نسيانه رغم محاولات التراجع أو الاعتذار عنه بايدن تراجع عن تصريحاته التي أثارت موجة انتقادات كبيرة وهو ما ظهر بشكل واضح في آخر تصريحات للمسؤولين الآخرين في النيتو فعندما سئل ماكرون عن رأيه بما قاله بايدن أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة عدم التصعيد لا في الكلام ولا في التحركات وأن الجهود يجب أن تبقى في إطار الدبلوماسية لتجنب أي مواجهة عسكرية مع روسيا وظهر هذا الموقف الدبلوماسي أيضا على لسان المستشار الألماني أولف شولز الذي قال إن الأولوية الأهم الآن هي التوصل إلى وقف للعمليات العسكرية ولإطلاق النار محذرا من أي إجراءات أو تحركات سريعة وغير مدروسة مثل التخلي عن الاتفاق التأسيسي بين النيتو وروسي أو ما يعرف بالنيتو راشن فوندينشن أكت لأن ذلك سيعني إغلاق الباب تماما بينهم وبين روسيا وبالتالي إلغاء الالتزامات من الجانبين وبموجة بذلك الاتفاق طبعا إذا ما تم التخلي عنه سيكون هناك من الممكن أن يكون هناك نشر للقوات العسكرية من الجانبين وفيما تتسارع هذه الجهود الدبلوماسية يبدو أن الأسواق التقطت أنفاسها وأخذت بعض الأمل فصعدت على الجبهتين الأمريكية والأوروبية أمس مع بعض الاستثناءات على صعيد بريطانيا واستمر هذا التفاؤل أسيويا اليوم رغم المخاوف مما سيعنيه الإغلاق لفترة لا تقل عن أسبوع في الأسواق الصينية وهو ما يظهر هنا بشكل واضح على الأسواق الصينية خصوصا شانجهاي التي عادت أعداد الإصابات إليها إلى الزيادة وهو منعكس أيضا بشكل واضح على أداء النفط أمس الذي تخلى عن الكثير من المكاسب المحققة في الأسبوع الماضي حيث ألقت المخاوف حول التراجع في الطلب ألقت بذلالها طبعا على تدولات أسواق النفط ورأينا هذه التراجعات أمس ترجمة نانسي قنقر